السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبغى أسألك سؤال كيف هو حالك مع الصلاة الناس فيما يتعلق بالصلاة يعني أكثر من صنف نوع يتعاملون معها بأسلوب أرحنة بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوع آخر يتعاملون بأسلوب أرحنة منها يعني حاس أنه شيء ثقيل على قلبه يبغى يخلص وخلاص شيء لهم ما يبغى يصلي ونوع ثالث لا عادي يعني جاء وقت الظهر صلى جاء وقت العصر صلى ما هو مستشعر عظمة هذه العبادة ما هو مستشعر حقيقة هذه العبادة العظيمة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر طب اسمع هذه البشرى النبوية العظيمة التي تقول لك ليش الصلاة إلى الصلاة كفارة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون بالذنوب فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الألباني حسن صحيح لما تكبر تبغى تدخل صلاتك اتعامل معه أنه موعد جميل وعظيم البس أحسن ثيابك تعطر سرح شعرك لأنك داخل على مناسبة لمناجاة الله والأنس بقرب الله افعلوا ذلك وأبشروا